لا انا انا دايما اللي بقول اللي ما بيعرف استيز وليد بيشهلوا انه اللي بيشوفه فكره جده ايه اللي بيشوفه عنه هلأ شوي كسرت ببعض الحوارات بشوفك بتمزح مع الديوف بشوفك هيك بتنكت عليه اوقات اذا ما عجبتك فكرته لمحة لمحة ايه ما فيك تكتر بالبرنامج السياسي صح بديك تكون الى حد الناس 100 بالمية بتقطع هيك اكيد انه بتفسر العالم واذا الله وفقك بشي تقدر تقطع 100 بالمية يعني هو اذا تزيكى بتفسرنه للعالم انه ما قطعت علي هلأ شو بدك تزيكى علينا لا لا ما تطلب لا تلهم معي لا بحب بتحب بحب الطاقة الايجابية وبحب التشويق كمان استيز وليد خليني هيك بلش معك بناحية معين اليوم الاعلام اختلف كتير صحيح وانت بمطرح معين صرنا عم نشوفك يعني بين منصة بين تلفزيون بين وراء كواليس عتلين هم هيدا المهنة بتقول مش معروف وين رايحة بتقول الله يسطر شو بده يصير ومين رح بيصير فيها لا لانه تعشوف تطور كل الامور بالحياة شي طبيعي اول شي انه يحصل التطور هلأ بمرحلة التحول الكبير من مرحلة الى مرحلة لابد انك تقيش نوع من انواع الفوضى او نوع من انواع اذا بدك هاي الانفلاش غير المضبوط بس اكيد خلينا نقول انه للصورة الاعلامية اليوم او المشهد الاعلامي الجديد فيه له ايجابيات الايجابيات السرعة الايجابيات انه بيسمح للجميع بالتعبير عنه باقي بينما قبل كان عندك مشاكل كتير على صعيد الذئابة وعلى صعيد الضوابط وعلى كلها الصعود وثالث شي بيخلي القارئ او المشاهد على طول على اطلاع بكل ما يحصل هاو دي الايجابيات هلأ السربيات لانه انت بتعرف اوقات السرعة بتكون على حساب الدقة هيدا مشكل يعني هون مشكلته اتنين وقت تحكين عن قضية انه الانتشار وهيك وكل واحد بيعبر عرقه اوقات يؤدي الى الفوضى يؤدي الى انك تلحق اهنات بناس معينين او تكب اخبار كيزبي وهيدا اكيد انه مشكلة كتير كبير الاطلاع انا برأيي جيد على الميلة بس انا عم بحكي كمان من ناحية تانية يعني اليوم يمكن كترة المنصات وكترة الويبسايتات ياللي صارت واب تيفي والازاعات وكل شي خلقت اشخاص يمكن انت بينك وبين حالك بتقول انه صعب علي يقول انه هالشخصية هي زميلة او زميل لانه يمكن انت بتبقى تعبين على مسيرة معينة على تحضيرات شخص بيتابع عن جد بيجي شخص من background مختلف بس لانه يمكن بيقدر يجيب cam view بيحطوه بيسالموه برنامج سياسي بيحطوله حدا بيدينته وبيطلعوه على الهواء وحتى عم تصير بالتلفزيونات يعني عم نشوف بالتلفزيونات اللوكل والتلفزيونات العربية صحيح طب شو المشكل يعني بالنتيجة صارت التقنيات تسمح بها الامر صار كل واحد حتى فيه عمل تشانل لقله على اليوتيوب او على غير اليوتيوب يعبر على الفيسبوك على تويتر بالتالي هون مين ضح يبقى انا لقلتلك مشكل انا عم قللك انك تقول زميل لقله ما فيه مشكل كمان كل نزوم على بالناس تعتبر انه هيدا الشخص يعني العالم تصير ما تميز مين الشاطر ومين الشخص يلي بيتشاطر لانه فيه اشخاص بيحواليه وبيدعي لا انا برأي انه الناس سيح تقدر تميز وبالنتيجة البقاء دايما هيدا نظرية بكل الدومينات ما انه بس بالاعلام البقاء للأقوى البقاء للأفضل يعني مين بيبقى الافضل قبل كمان كان فيه كتير تحديات على صعيد التلفزيونات بين بعضهم على صعيد الازعات اليوم طبعا اضيفت لها المواقع الالكترونية اضيفت لها الازعات الخاصة اذا بدنا نقول او المحطات الخاصة بكل شهر بس بالنتيجة هذا التطور بدك تتقبله بدك تمشي معه وبدك تعرف انه يمكن هالتطور يؤدي الى ولادة نجوم كمان يمكن لو ما فيه هالوسائل وهالتقنيات الجديدة يمكن هالنجوم ما يبينه بالمستقبل مين من المحاورين السياسيين الجديد بيرفتك حسب شو مفهومك الجديد يعني يعني اللي دخلوا بالحوار السياسي عن جديد يعني مثل لايال الاختيار مثل ديانا فخوري مثل حتى نبيل عواد جديد دخلت يمكن بعد الظهر عم بتقدم عم بتقدم يعني خلينا نقول اسمه اسم لايال الاختيار اكيد انه جايدي يعني جايدي وبتقدم مضمون جيد ديانا اكيد يعني منى انه انا بدي ايما لانه مبين يعني الاداء يعني مع الضيف عندها اداء كتير مميز يعني وبتاخد الضيف بنعومة وبتوصله لمحل ما هي بدها خصوصا هلأ تجربتها بالبوم حياتي انا بعتبره كتير كتير ناجح للشق السياسي ولا وقته كان فني البوم حياتي لا البوم حياتي هو اتنين يعني بتستقبل ضيف بتحكي كل كل تجربته الحياتية وكل تجربته المهنية وكل تجربته على كل الصوت كتير موفق كتير حلو وحقيقة يعني انه بيلبق لالى لشخصيتها لانه ياللي بيعرفها بيعرفها انه تستمع بكتير طريقة جيدة وهي عم تسمع لك بتكون يعني حتى على الصعيد الشخصي بتكون عم بتعضر السؤال التاني والسؤال ما بيكون انه سؤال عادي بيكون عوات فخ فخ وخليني سمي ما بدي سمي فخ هذا فخ لقلي هو السؤال نأدي بيكون يعني ليه فبق اذا قلت سؤال فخ يعني غلط كلنا بنحط اسئلة فخ لا ايه حلو السؤال النأدي السؤال النأدي اوكي نبيلة مهنية ماريو على ال LBC وكمان في زميلة جديدة على ال LBC كمان موجودة في كتير اشخاص عم بيحاولوا نادا اندراوس عم تحور اوقات حلقات خاصة كيف عم بتشوفهم هلأ اذا بدي احكيك بصراحة بقلك حياتي تخلص يعني انه على صعيد الحوارات وعلى صعيد الاخبار السياسية بخلصها بجدة بخلصها 8 ونص لانه بكون وعيد من عبكرة الساعة 6 بلشت عمليح الاخبار بس اكيد بي ما تحق معين بتشوف لا بس خليني اعمل ايه يعني ما تهروا لشوي خاي بدي اصال على الفخ على روائر خطوة خطوة يا الله بيوصلنا طيح عن جد اللي عم نحكي انه بتوصل لمحل بالليل خلص فول يعني اخبار وفول الحكي السياسي فول بجرب دايما يا انه اذا عندي سهرة طبعا عندي سهرة او اصحاب او على نتفليكس بالنتيجة بتبع شي مسلسل او بتبع شي بس اللي عم تحكيني عنهم يعني اساسا ماريو يعني فيه ارابي انا وي وانا وماريو لانه طبعا بحكم العمر يعني انه رئبت كل مسيرته يعني من وقت اللي بلش بالجديد وقبل هيك حتى وقت اللي قدم بستوديو فان وقت اللي انتقل بعدين الى الالبي سي اول شي على صعيد الاخبار وهلأ على صعيد البرامج السياسية لشك انه ماريو شخصية جدية وشخصية بحضر ملفاته يعني بتحس انه محضر هو مستعد على صعيد اذا بدك العوامل الشخصية وايضا بحضر ملفاته كما يجب دايما احنا بالمهنة بنقول لو دامت لغيرك لما قالت اليك تعتبر بمطرح معين في زمن من المحاورين السياسيين بلش يزول وعم يخلق اشخاص جديدة لانه بعدهم بقيين يعني هلأ اذا بدنا ناخد حالة السيدة ماجي فرح زميلتنا الكبيرة يعني غير وضع هي صار عندها اقتناعاتها خلتها انه نوعا ما ما تكون على وفاق او على وقام مع بعض المحطات بالتالي ابتعدت شيئا فشيئا عن عالم الحوال السياسي هدا ما بعرف كمان اذا هي كانت حابة تكمل بهذا الدومان هدا غير موضوع هلأ بالنسبة الى البقية بتشوف انه يعني اذا زمننا وزمن ما بجر بيخوت اشخاص جديد يعني نحنا من اشي ساعتين كذا محاور بيكلم حطها بالجديد كان فيه بس جورج صليبة اليوم صار فيه كذا حدا بالم تي في يمكن فيه كونترا مارسل غانم يلي مانع كل يطلع لا لا لديك رأيي بكثرة او اساسا اول شي منا زهرة صحية يعني انه يكون عندك عم حطة وحدة غنقول البي سي او الجديد اربع برامج او تلات برامج او حي تلات برامج بالليل مع عادة النهار ومعادة مع عادة ابو الظهر وبعض الظهر مثل بحالة اللي جديد انه عندك عندك شي خطأ يعني بمعزل عن انه كأنه محطة اخبارية بتصير محطة اخبارية بعدين انه ما بصير التنافس جوا نحنا كنا نعرفها انا ايام اللي كنت بنهاركم سعيد ما ايام انت بدك تجيب حدا ابو الظهر بكون يمكن سبقك زميلنا ما سير غانم انه حكيه بالمبدأ وانت بتجع بتفوت على الخط او العكس يصير يعني من الضيوف يلي بيصيروا الاهتمام بينعدوا بينعدوا ويلي بيجيبوا ريتنج بينعدوا اكتر اكتر واكتر اذا انطلاقا منهم انه بتصير المنافسة ضمن المحطة الوحدة غير المنافسة مع المحطات الاخرى والازعات الاخرى والمواقع الاخرى والمنصات الاخرى دخلت نوعا ما ببدنا الحقيقة بالترنت طبع البرامج السياسية اللي هو الاتكال على ضيف بحل السياسة بيعمل مشاغبات بيحكي ضد فلان بيجيب اذا جبت شخصية يمكن معينة ممكن ما تجيب لك فيوز وتكون اهم انا بعتبر انه دخلت من خلال بدنا الحقيقة ببرنامج سياسي بس في فرما محددة هالفرما هايدي يعني وقت بتسأل اسئلة محددة بمسلا صح او خطأ تسألوا جملي بيقلك صح او خطأ بالتالي هو بيضحش بهالموضوع هيدا الفرما انا برأيي هي اللي عم بتجيب هي اللي عم تعمل نوع من انواع التشويق والاسارة اللي عم تحكي عنا يطبط انت بتعرف يعني كمان ما بعرف كم شخصية بتحيور بالجمعة انه في اشخاص خارج انك تحيور شخصية مش هيك بعملوا شخصية مش مش كاف شفت كين اقدر حاول شخصية يعملوا اشكالية بيطرحوا اشكاليات مش بيخلقوا اشكالات بيطرحوا اشكاليات خلال الحلقة وعندهم طريقة بالحكي بيزبوا الناس صح مرات عندك واحد عبقري وفيلة سوء وياللي بدك بس بيحكي بطريقة بيزهر ما لك جديدة تكمل الحلقة بالتالي اشكاليات